ولأنه يهمك علشان تعيش حياة صحية خالية من الجلطات وانسداد وتصلب الشرايين والوقاية من السجدات الدماغية والحماية بشكل كامل من أمراض القلب والأواعية الدموية لازم تحافظ على نظام القلب والشرايين والأواعية الدموية أو بمعنى يكون القلب والشرائين سليمة فلو كنت بتعاني من أمراض القلب وانسداد وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم او اي حالة اخرى مرتبطة بنظام القلب ولو عيات دموية الحلقة دي تهمك جدا هقول لكم على اقوى وافضل وصفة جبارة جدا هتفرق معاك في موضوع حماية القلب ولو عيات دموية ده مش بس كده ده كمان هتفرق معاك بشكل كبير جدا في تحسين جودة النوم تحسين عمليات الهضم الحماية من الزهايمر بتحارب الشيخوخة وكمان بتكافح الالتهابات بدرجات كبيرة وكمان بتقلم خاطر اصابة بالسكري من النوع الثاني فعلشان نعرف كل التفاصيل بعد اذنكم اتكزوا معايا جدا جدا انها تكون حلقة مهمة اوي ومفيدة والوصلة بتاعة حلقة النهاردة متكونة من 3 مكونات طبيعية اول مكون معانا هو زيت الزتون البكر الممتاز اللي بيحتوي على مضادات الاكسادة المختلفة زي البوليفينول وفيتامين اي اللي هو فيتامين اي اللي بيساعدوا الخلايا في الحماية من الاضرار التأكسودية اللي بتسببها الجزور الحرة من خلال تقليل الالتهاب اللي بيحصل داخل تلك الاوعية دموية في القلب بالاضافة كمان ان زيت الزتون بيقلل من مستويات الكوليسترول الدار اللي هو الLDL وبيحسن من مستويات الكوليسترول النافع اول جيد اللي هو الHDL فبالتالي بيمنع الدهون السلسية من تكوين الجلطة داخل الشرايين بالاضافة كمان ان مادة البوليفينول وزيت الزتون البكر الممتاز بيساعدوا على استرخاء الاوعية الدموية فبالتالي بيحسنوا من تضفق الدم وبيقللوا من ارتفاع ضغط الدم مع المساعدة في مرونة البطانة الداخلية للأوعية الدموية والمكون التاني هي بزور الشيا والمعروف عن بزور الشيا ان هي غنية جدا بحماض الأوميجا 3 الدهنية اللي هي خصائص مضادة الالتهاب فبالتالي بتساعد تقليل الالتهاب الناتج عن امراض القلب بالاضافة لدعم وظيف المخ بزور الشيا غنية بالالياف قابلة للزوبان والالياف غير قابلة للزوبان ولكن الياف القابلة للزوبان مش بيتم هضمها في الامعاء وما عندناش الانزيمات اللي بتصنعها ولذلك بيكون المخرج بتاعها الوحيد بتغرغ عن طريق الامعاء الغريزة بتشتغل الالياف قابلة للزوبان زيها زي البروبايوتك دي مواد غزائية بتغزل بكتيريا صديقة او النفعة في الامعاء اللي هي المايكروبيوم اللي من خلالها بيتم اطلاق الاحماض الدونية قصيرة السلسلة من البروبايوتك وخاصة البيوتريت دي عبارة عن واحدة من اعظم مضادات الالتهاب داخل الجسم كمان بتساعد في حماية القولول بتقلل من الالتهاب بدرجات كبيرة في جميع انحاء الجسم وايضا القلب ولوحية الدموية بالاضافة لذلك ان بزور الشيا بتخلي كده الخلايا بتاعتك اكثر حسية للانسولين بتقلل من مقاومة الانسولين يعني بتقلل مخاضر الاصابة السكري من النوع التاني وبكده بتساعد على تعادل او توازن مستويات الجلوكوز في الانسولين والمكون التالت هو فلفل حار او فلفل القيين مناسب مع حالتك الصحية استخدمه رشة بساطة منه بتحول الوصفة دي لحاجة جبرة جدا مش مناسب مع حالتك الصحية بلاش منه نستكفي بس بزيت الزتون وبزور الشيا ولكنه بقى بيتمتع فوايد مزلة جدا لصحة القلب والشرايين والاوعدة دموية من خلال انه بيخفض مستويات الكوليسترول في الدم بيمنع من تراكم الترصبات في الشرايين ولذلك بيقلم خطر الاصابة بامراض القلب وانسداد وتصلب الشرايين كمان الفلفل حار بيتمتع بخصائص طبيعية لتخفيف الدم ولذلك بيساعد على مانا تكوين كلطات الدم وانسداد وتصلب الشرايين مادة الكابسسين وده المكون الاساسي في الفلفل حار بيتمتع بخصائص علاجية في مانع تجلط الدم ولذلك بيتسبب انه بيخلي دم كده ارأة واقل قدر من اللزوجة ولذلك مش بيحصل تكوين البلاد داخل الطبقة الداخلية للشرايين وبالفعل الفلفل الحار بيساعد على فقدان الوازد او التخصيص من خلال تسريح معدل الايد من توليد الحرارة والمسير في الفلفل الحار انه بيساعد على افراز مادة اوكسيد النيتريك في الاوعية الدموية المادة بتعمل ايه؟ بتساعد على استرخاء الاوعية الدموية فبالتالي بتساعد على فتح الاوعية الدموية وبالتالي بتقلل ضغط الدم عن القلب ولذلك بيتحسن صحة الجسم لتنشيط الدورة الدموية مع العلم انه بزور الشيا بيتم متصصها مع السوايل حتى بتمتص 12 ضعف الكمية اللي بتنتفخ وبفكرك قبل ما تنسى لو فعلا بتسافيتي من كل فيديوهاتي يرق ما تبخلوش عليا باللايك الجميل وتشارو الحلقة دي في كل مكان علشان غيركم ميستفيد ولو حضرتك قدت لسه جديد بشافتنا في القناة اهلا وسهلا بحضرتك انزل تحت عند اعلمة الاشتراك او السبسكرايب اضغط عليها هتلاقي جنبها علامة الجرس او زر التنبيهات اضغط علامة الكل عشان نصلكم كل فيديوات اللي بقدمها اول باول طيب السؤال هنا ازاي هنعمل الوسطة البسيطة دي بكل بساطة هنجيب كباية صغيرة هنحط فيهم ملعقة او ملعقتين صغيرين من بزور الشياء بعد كده هنضيف عليهم ملعقتين كبار من زيت الزيتون البكر الممتاز ونتأكد ان زيت الزيتون يكون بكر ممتاز مش اي حاجة تانية عشان تستفيد بالخصصة العجيبة بتاعته طيب ازاي تعرف انه ان كان السليم اول مخشوش كنت عملت حلقة باستفادة عن الموضوع ده اللي ما شافش الحلقة دي هسيب لكم اسفل فيديو في صندوق الوصف هنحط الزيت مع البزور هطلحت كده ان البزور بدأت تنتفخ اكبر فاكبر هتسيبهم عشر دقايق خمستاشر دقيقة وتقعد تقلب فيهم وبالفعل هتلاقي كده البزور بدأت تنتفخ وده بالفعل اللي بيحصل داخل معدتك بيحسد جودة معدتك وكمان بتحس من جود لوعية دموية وصحة القلب وكمان بتحسسك بالشبع وبعد كده ضيف رشة بسيطة من الفلفل الحار خليني اقول لك ان الوصفة دي زيت الزتون مع بزور الشية مع الفلفل الحار بيشتغل بشكل متأذر بشكل سينرجيستيك لنظام القلب ولوعية دموية فلو كان الفلفل الحار ده مش مناسب لحلتك الصحية بلاش حس سخن عليك شوية ممكن نصف رشة بسيطة وتفضل تقلب وبعا كده ممكن تضيفه للزبادي للعصير او اي حاجة في نظامك الغذائي او حتى كده ممكن وان شوت كجرعة كده واحدة قبل الاكل وتنتظر من خمس دقايق لعشر دقايق هتحس بعدها بالشبع ليه بسبب وجود بزور الشية علشان بتعمل بشكل صحيح في تحسين صحة الجهاز الهضمي وكمان لدعم صحة القلب والشرايين الحماية من الامساك وكمان هتحسن صحتك بشكل ملحوظ جدا فعلشان كده انصحك بتناول الوصفة دي مرة واحدة في الصبح قبل الاكل واوعدك بعد لما تنتظم عليها لفترة هتلاحظ تحسك كبير جدا في جسمك وفي صحتك تحسين نظام القلب واللوعية الدموية تحسين جودة النوم تحسين الهضم هتقلل طاقة الدم تنشيط الدورة الدموية توازن هرمون الانسولين هتحس كده بالطاقة والنشاط الالتهاب ملهوش مكان في جسمك هتقلل من مشاكل مفاصل وتحديدا زي التهاب المفاصل هتقلل من مشاكل المناعة او اي نوع من الالتهاب المرتبط بالعديد من الامراض ولذلك مع انخفاض او نقص او منع الالتهاب في الجسم لبيساعد الجسم على تسريع عملية الشفاء وفي النهاية اتمنى لكم من كل قلبي حياة صحية كريمة خلية من اي امراض ومشاكل صحية بس كده 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 قد وصلت لحد نهاية الحلقة اتمنى من كل قلبي لحضراتكم الصحة والسلامة لو استفدتم من الحلقة دي موضوع تانية كتير يالك ما تبخلوش عليها باللايك الجميل واتشاروا الحلقة دي في كل مكان علشان غيركم يستفيد ولو كان عند حضراتكم اي اسئلة والستفسرات بخصوص الحلقة دي ولا حلات قبل كده قديمة فاتت اكتبوا لي كل اسئلتكم تحت في التعليقات وانا هكون مبسوط جدا وسعيد بالرد عن اسئلتكم ولو في اقتراحات من حضراتكم انا تحت امركم واشوفكم على خير الحلقة اللي جاية اشتركوا في القناة